مساء الخير تأجيل التسريح يعمل على تسريحه من مجلس النواب إلى الحكومة في قرارات عبرت قناتي الضحية وميرن الشلوحي وتوضأت في عين التينة ودخلت مطهرها من جناف حيث ينزح الرئيس نجيب ميقاتي لثلاثة أيام معالجا ملف النازحين العصية على الحلول ولدى عودة ميقاتي فإنه سيرأس الجمعة جلسة مجلس الوزراء التي سحبت الحملة عن مجلس النواب وتطوعت في الجيش فالمخارج التي صيغت في الساعات الأخيرة أفضت إلى تسوية تقوم على الحل الرضائي يطرح ميقات اقتراح تأجيل التسريح لستة أشهر يحضر حزب الله ولا يصوت يتثائب وزير دفاع جبران باسيل الملقب بموريس سليم يتقدم التيار بطعن إلى شورى الدولة ترتأي الشورى أن البلاد في منطقة الخطر ولا تحتمل الفراغ على رأس قيادة الجيش ومن الاحتمالات المتوقعة أن كل من شورى الدولة والمجلس الدستوري سوف يأخذ وقته في الدرس والمراجعات وقراءة القوانين والاستئناس عند ذاك نكون قد قطعنا مهلة الستة أشهر الواردة في التمديد لقائد الجيش ولم نكلف خاطركم وتعويضا عن الخسارات للتيار فقد أعطى باسيل نفسه اليوم حق النقد الفيتو على شخص العماد عون فاتهمه بالخيانة وقلة الوفاء وتسيير خط 17-20 وتنفيذ سياسة الغرب والتعدي على صلاحيات وزير الدفاع معتبرا أن التمديد هو حالة شادة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق متهما القوات اللبنانية بالضغط عليها من أحد السفراء للسير بالتمديد ومن سفح جناف أبرق مقاتي معجلا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم إعداد جدوى الأعمال الجلسة الشاهقة بـ 24 بندا في طليعتها النزوح السوري أما تأجيل التسريح فيطرح من خارج جدوى الأعمال وقبل شروق شمس الجمعة كانت القوات اللبنانية ترشق مقاتي بحجر التمديد وتأخذ عليه أنه سيفعل ذلك لقطع الطريق على هذا التمديد فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة أن عضو كتلة نواب القوات غسار حصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من مقاتي تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت وعلى هذا الصراع الآخذ بالتمدد حتى يوم الجمعة فإن المتفرج السعيد هو الرئيس نبيه بري الذي عبأ غلة مجلس النواب بالمشاريع على نية اقتراح التمديد لقائد الجيش واستدعى القوات كشهودا على الجلسة بالصوت والصورة لكنه في النهاية رمى الكرة في ملعب الحكومة وفي كرة النار الإسرائيلية الأوسع فقد تمددت أهداف إسرائيل إلى الضفة الغربية خصوصا مع ما يجري في مخيم جنين من حصار واعتداءات واعتقالات واختيالات وبنيمين نتنياه الغارق في مستلقع غزة أضاف الضفة ومخيماتها إلى بنك الأهداف وأعلن جهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وقال خلال اجتماع للجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيسة إن الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية أن حماس تريد تدميرنا الآن وبشكل فوري والسلطة تريد تدميرنا على مراحل وتقاطع مع موقفه هذا اليمني المتطرف أفكدور ليبرمن بوصفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بثعبان البحر وقال إن الخيار الوحيد هو إعادة العجلة إلى الوراء والمقصود بالتلام ليبرمن إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل اتفاق أوسلو وتسوية هذا الاتفاق بالطراب تماما كما تفعل قوات الاحتلال في قطاع غزة وهو ما دفع بأمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية إلى القول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جرازير دباباته التي تشتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنيين حتى رفح ومن ضمن الإنجازات التي حققها نتنياهو في خياله أنه أعاد إحياء فكرة الإدارة المدنية واستنسخت تجربة الفاشلة في جنوب لبنان إبان الاحتلال ليطبقها في قطاع غزة بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في القطاع وهو بعد دخول الحرب شهرها الثالث لم يستطع تجاوز خواصر غزة الرخوة وانتبغل في بعض محاورها إلا أنه لم يتمكن من السيطرة عليها والبقاء فيها بفعل المقاومة الشرسة التي أدخلت الألغام في الخدمة الفعلية وكرست معادلة التاندوم والياسين من أمامكم والألغام من ورائكم وإلى الموت المفر وأبعد من القطاع رفع المسؤولون الإسرائيليون مستوى التحذير باتجاه الشمال ونقلت صحيفة معاريف عنهم إصدار الأوامر إلى حزب الله لسحب قواته من الحدود اللبنانية لمنع الحرب وفي الواقع أن الاحتلال الذي يعجز عن استهداف المقاومة يرمي المدنيين اللبنانيين كما في غزة بالفصفور الأبيض المحرم دوليا وفي تقرير لواشنطن بوست كشف أن تحليل شضايا قضائف هجوم إسرائيلي على مدنيين في جنوب لبنان أظهر أن الطلقات أمريكية الصنع